ومعنا تقرير كمان خاص بعد ستميسات استضافت جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال وبنك التنمية الصناعية وده بهدف تعزيز وتوطين الصناعات المحلية خلينا نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل معها بردك بروتوكول سلاسي بمبادرة كريمة من جامعة رجال الأعمال المصرية جامعية عريقة جدا فيها كبار رجال الأعمال في مصر في جميع المجالات صناعة وزراعة وقطاع التكنولوجيا وقطاع التشهيل وقطاع الطاقة أنهم أحبوا أنهم يتواصلوا معنا عشان ربط المجتمع الأكاديمي والبحث العلمي بالسوق واحتاجات سوق العمل ونخدم قطاعاتهم يعني لو فيه مشكلة في مصنع في مزرعة في أي مكان هو ممكن يتقدم لبيت الخبرة بتاعنا لأن الجماعة عن شمس تحتوي على بيوت خبرة متعددة في جميع المجالات فيقول لنا المشكلة اللي عنده إيه القطاع المعني عندنا ببيت الخبرة المعني يبحثها ويدي له الحلول كلها وده تكامل مهم جدا الحاجة التانية تدريب شباب الخارجين وتدريب الطلبة نفسهم في مصانع وفي مصانعهم وفي مزارعهم وفي مؤسساتهم تمويل بعض الأبحاث الأفكار الناشئة وريرة الأعمال الموجودة داخل حاليا جامعة عن شمس عن طريق واحد الابتكار هيخش معنا في الأفكار فيها هيخش أعضاء في مجالس القليات المختلفة هناخد رأيهم في تطوير المناهج كل في مجاله بحيث أن المناهج تطور على حسب الاحتياجات الحالية والمستقبلية 50 سنة قدام بقى البروتوكول النهاردة هو بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس جامعية رجال الأعمال وبنك التنمية الصناعية البروتوكول هي بيشمل رعاية الأفكار للطلبة تدريبهم لو في طالب عنده فكرة بتروح لجامعية رجال الأعمال الفكرة دي بتنفذ على أرض الواقع البنك بيدخل بيشترك في التمويل البروتوكول هو تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجامعة جامعية رجال الأعمال والبنك للاهتمام بالشباب والبحث العلمي وتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات البروتوكول هو بروتوكول ما بين جامعة عين شمس وجامعية رجال الأعمال بيهدف على إن إحنا إزاي نقدر يبقى فيه تواصل ما بين الهيئات البحثية اللي موجودة في الجامعة وفي نفس الوقت إزاي إن بيبقى فيه بحث وتطوير فيه الشركات والمصانع وده بيأهل إن أنا النهاردة الطلبة بدل ما هم ما بيبتدوا يشتغلوا على مشاريع افتراضية لأ بنقدر إن إحنا نشوف فعلا إيه المشاريع اللي هي والمشاكل اللي موجودة عندي فيه المصانع وفيه الشركات ويبتدوا إن هم ما يشتغلوا عليها يبقى بالتالي بيبقى بقدر إن أنا يبقى عندي أكتر من هدف تحقق الطالب أولا أخذ نوع من أنواع الخبرات واتعرف على الشركات اللي ممكن نشتغل فيها اشتغل على مشاكل بيبقى يبتدي يشتغل على البحث بتاحها حقيقية مش افتراضية وفي نفس الوقت إن أنا الأبحاث ما بتبقاش أبحاث بتتعامل وتترمي أو بتتركن لغاية ما يبقى لها وقت فطبعا ده بيساهم كمان كتير فيه سد الفجوة ما بين الخرينك وما بين سوق العمل شكرا